لن نتراجع عن شراء منظومة S-400 بل سنشارك في إنتاج الجيل الجديد منها الحديث للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وجد نفسه عالقا بين طرفين شريك روسي يود تسليمه صواريخ S-400 وحليف أميركي في حلف الناتو على علاقة متوترة معه فضل أن يزيد العلاقة مع الأخير توترا بإعلانه أنه قد يتم تقديم موعد تسلم الصواريخ الروسية وزاد بالقول أنه ما من خيار أمام واشنطن إلا أن تسلم بلاده طائرات F-35 الولايات المتحدة بدورها طلبت من تركيا تأجيل استلام النظام الصاروقي الروسي حتى 2020 لخشيتها من أن التكنولوجيا المستخدمة في المنظومة يمكن أن تستخدم في جمع بيانات عن الطائرات العسكرية التابعة لحلف الأطلسية مما قد يسمح بوصول روسيا أيضا إلى تلك البيانات وفي حال نفذت أنقرة اتفاقها مع موسكو يمكن أن تعاقب بموجب قانون أميركي ينص على فرض عقوبات اقتصادية على أي دولة توقع عقود تسليح مع شركات روسية وهي عقوبات سبق أن اختبرت تركيا تأثيرها على قيمة عملتها حسن جوليد العربية